كشف حلف النيتو بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بحث مع الأمين العام للحلف قضايا الأمن الدولي بينما قالت مصادر بأن اللقاء بحث الحرب الأوكرانية المستمرة وقضية الإنفاق الدفاعي لأعضاء النيتو يأتي ذلك في وقت رجحت فيه مصادر أن يعين ترامب مدير مخابرات سابق مبعوثا خاصا إلى روسيا وأوكرانيا وذلك في إطار تعهداته لوقف الحرب مع ترامب ستنتهي حرب أوكرانيا وعد قطعه الرئيس الأمريكي المنتخب على العالم خلال حملته الانتخابية فهل يفي بهذا التعهد بعد عودته إلى البيت الأبيض؟ يبدو أنه بدأ بالفعل في التخطيط لكيفية تحقيق هذا المسعى مصادر مطلعة كشفت أن ترامب يدرس تعيين مبعوث خاص للصراع بين روسيا وأوكرانيا منصب غير موجود حاليا في الإدارة الأمريكية لكن إذا ما تم إنشاؤه فمن المرجح أن يقع الاختيار على ريتشارد جرينيل لشغله هذا الاسم ليس غريبا عن المشهد السياسي الأمريكي فجرينيل كان مدير المخابرات الوطنية خلال ولاية ترامب السابقة ومن المعروف أنه يتمتع بمسيرة ديبلوماسية طويلة ولديه معرفة عميقة بالشؤون الأوروبية فبالإضافة إلى عمله سفيرا لدى ألمانيا كان أيضا مبعوثا رئاسيا خاصا لمفاوضات السلام في صربيا وكوسوبو وفي حال لعبه دور الوسيط الأمريكي بين موسكو وكياف كذلك يتوقع مراقبون أن تثير بعض مواقفه حفيظة الجانب الأوكراني إذ سبق أن دعا إلى إنشاء مناطق ذاتية الحكم كوسيلة لتسوية الصراع بين الطرفين كما أشار إلى أنه لن يؤيد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب وهو موقف يتقسمه مع العديد من حلفاء الرئيس الجمهوري المنتخب وبالرغم من تداول الأنباء عن تعيين جرينيل تجنبت المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي تأكيد الخبر جرينيل من جهته لم يستجب لطلب التعليق على الفور وفي مؤشر آخر على بدء ترامب الخوض في ملف الحرب الأوكرانية التقى بالأمين العام لحلف الناتو مارك روتو وبحسب مصادر داخل الحلف فقد ناقشت جانبان التصعيد بين روسيا وأوكرانيا إلى جانب قضية الإنفاق الدفاعي لأعضاء الناتو بين قضايا أخرى معنا من موسكو الكاتب الصحفي أندري أنتيكوف مساء الخير سيد أندري أنتيكوف كيف قرأتم خطوة إمكانية تعيين إدارة ترامب لمبعوث خاص من أجل حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا خصوصا وبأن له لأباع طويل في حل الصراعات سلفا هذه الخطوة تعطي لنا نوع من التفاول بسبب أن ترامب يقول أنه يصعى لإنهاء هذه العملات القتالية هذه الأزمة ولكن أنا أتحدث هنا فقط عن تفاول ليس أكثر بسبب أن يجب أن نستمع للمقترحات الحقيقية الرؤية الحقيقية لرئيس الأمريكي بسبب أن كان هناك تصريبات بأنه يصعى لإيقاف هذه العملات القتالية على خط فصل خط التماس بين القوات الأوكرانية والروسية ولكن هذا الأمر لا يتوافق مع الرؤية الروسية لذلك سننتظر ما هي المقترحات القادمة لرئيس الأمريكا المنتخب وسنتأخذ القرار بهذا الخصول ولكن ربما استمعت إلى التقرير الذي أذعناه قبل قليل والذي كان يظهر أيضا ربما مزايا وموساوئ ترشيح جريلان بحد ذاته خصوصا فيما يتعلق بموقف أوكرانيا جرينال من المتحمسين لإنشاء مناطق ذاتية الحكم أيضا هو لا يشجع على انضمام أوكرانيا لحلف النيتو هل هذا يجعل ربما مقاربته للملف أقرب إلى موسكو؟ هذا ما أقصده وهناك هذه المقترحات التي تفضلت به ونقلت بها المشكلة هي أن المناطق مع حكم الذاتي فأنا أشك بأن روسيا ستوافق على ذلك المشكلة هي أن على ما يبدو أدول الغربية أو قبل كل شيء الولايات المتحدة الأمريكية دون ترامب تحديدا يحصى لإيقاف العمليات القتالية وبس ولكن نحن لسنا بحاجة إلى تجميد العمليات القتالية لخاطة التماس بين القوات الروسية والأوكرانية بسبب أن تجميد هذه العمليات القتالية ستشكل الظروف لإستعناف هذه العمليات القتالية في السنوات القادمة أي الأطفال أو الأحفاد أولئك الذين يقتلون في الجبهات الآن سيكونون مضطرين لمشاركة في العمليات القتالية الجديدة ما مصلحت ما فايدة روسيا من ذلك فلذلك روسيا لديها مطالب مختلفة تماما مطالب مرتبطة بحياد أوكرانيا تقليص عدد الجنود والأسلحة في صفوف الجيش الأوكراني وإلى ما هنالك نحن بحاجة إلى سلام دائم ولكن مع احتفاظ روسيا بالمناطق التي أعلنت انضمامها لروسيا هل تعتقد بأن أمام جرينيل فرصة لتحقيق هذا السلام فرص موجودة طبعا على ما يبدو ستكون هناك الجولات العديدة لمناقشات والمفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذه الفرص يجب أن تكون مرتبطة باستعداد لكل الأطراف لتقديم التنازلات حتى لروسيا بسبب أن على ما يبدو دون التنازلات من قبل الجانب الروسيا من قبل الجانب الأمريكي من قبل الجانب الأوكراني السلام هو شيء مستحيل تقديم التنازلات ربما سيشكل الطريق للسلام الطريق لوقف اطلاق النار في أوكرانيا والما هنالك ولكن هذا لا يعني بأن روسيا ستضحي بكل مصاليها بكل مطالبها ولكن من الواضح سيد أنتيكو من الواضح من تحليلك بأن موسكو تريد تسوية بشروطها ما جدوى إذن أي مبعوث أمريكي لتقريب وجهات النظر بين موسكو وكييف في هذه الحالة بسبب أن أمريكا هي صاحبة القرار ليس كيف ترامب يقول بأنه هو قد يقطع كيف عن امدادات العسكرية والاقتصادية لولا المساعدات الأمريكية الاقتصادية والعسكرية لما استمرد هذه العمليات القتالية خلال هذه الفترة التويلة كل القدرات للجيش الأوكراني مرتبطة بهذه المساعدات الأجنبية والخارجية فلذلك إذا فعلا توجد هناك مصاعر لدونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا فأهلا وسهلا نحن مستعدين لذلك أكثر من ذلك أنا ذكرت بأن روسيا ربما مستعدة لتقديم التنازلات ما نوع التنازلات أو على الأقل ما نوع وسقف التسوية الذي تريد أن تصل به روسيا إلى حل لهذه الأزمة وإنهاء الحرب بينها وبين أوكرانيا هل يمكن أن توضح لنا من وجهة نظر روسية في نهاية المطاف؟ ماذا تريد موسكو؟ ربما هذه التنازلات مرتبطة بإمكانية انسحاب القوات الروسية من المناطق الأوكرانية خاركة في مثلا أي مناطق التي لم تنضم إلى صفوف الأرادة الروسية أي طبعا روسيا تعتبر زفاروجيا، هرسون، دونسك ولوغانسك جزء من أراضيها ولكن قوات روسيا متواجدة في بعض المقاطعات الأوكرانية أيضا يمكن لروسيا أن تنصح من ذلك كذلك توجد هناك مطالبا روسيا بخصوص كما قلت عدد الجنود والعدد المضرعات، المقاتلات، المروحيات في صفوف الجيش الأوكراني هذا الأمر أيضا يحتاج إلى نقاش وربما ستكون هناك أيضا نوع من التنازلات من قبل الجانب الروسي مجددا يمكن أن نقول هذا الأمر يحتاج إلى جولات عديدة من المفاوضات ما بين طرف الروسي والأمريكي وربما ما بين طرف الأمريكي والأوكراني لعل قد طلعت سيد أنتيكوف على تصريحات الرئيس زيلانسكي مؤخرا الذي بدأ متفائلا ويقول بأن السلام قريب جدا مع ترامب هل تعتقد بأن الجانب الأوكراني بدأ يميل إلى رغبته في إنهاء هذا الصراع؟ لا زيلانسكي سيقوم بالمناورات لأجل إطالة أمد العمليات القتالية بسبب أن إنهاء هذه العمليات القتالية سيفرض على زيلانسكي ضرورة إجراء الانتخابات الرئيسية في أوكرانيا فهو سيكون خسرا لهذه الانتخابات استمرار العمليات القتالية هو دام أن يبقى زيلانسكي في السلطة فلذلك هو سيعرض بكل أضواتها كل مقترحات لدونالد ترامب والروسي لإنهاء هذه الأزمة هل برأيك قد يمضي ترامب فعلا في تعيين هذه الشخصية شخصية جرينال؟ لأنه في نهاية المطاف هناك من يقول قد يختار ترامب شخصا آخر أو يلغي أصلا هذا المنصب؟ صحيح كل الإحتمالات موجودة على كل حال أنا ذكرت بأن نحن نسمع كثير من التصريحات متفائلة بنسبة لروسيا ولكن هي فقط التصريحات يجب أن ننظر إلى الخطوات الحقيقية تعيين المغلوث الخاص يعني المقترحات الرسمية وإلى ما هناك بسببنا مثلا ترامب عندما كان رئيسا سابقا قال بأنه سينصحب من سوريا ستنصحب القوات الأمريكية من سوريا ولكن القوات الأمريكية موجودة في سوريا حتى الآن فلذلك شيء الذي يقوله ترامب حاليا قد يختلف من شيء الذي سيقدمه في المستقبل هناك الآن خبر عاجل يتحدث عن مصادر عسكرية في الجيش بأن أوكرانيا تعترف بخساراتها 40% من الأراضي التي سيطرت عليها في كورسك ماذا يعني ذلك بالمعنى الاستراتيجي سيد أنتيكوف هذا يعني كان هناك محاولات لأوكرانيا لفرد شروطها عندما تدخلت في كورسك ولكن بطبع الحال روسيا استفادت من هذه الأوضاع بسبب أن نعم كان هناك هذا التدخل ولكن روسيا نعم نقلت الجزء الكبير من جنودها إلى كورسك ولكن متزامنا مع ذلك قد بدأ التقدم السريع في دنباس لذلك أنا أقول روسيا استفادت من ذلك ولكن أنا متأكد مية بالمية بأن لن تكون هناك مفاوضات قبل طرد القوات الأوكرانية من كورسك بشكل كامل بسبب أن روسيا لن تسمح للجنوب الأوكراني أن يستعمل وجود قواتها في كورسك كورقة الضغط على موسكو لذلك لما يبدو أننا أمام مزيد من العمليات القتالية أشكرك أندري أنتيكوف الكاتب والصحفي في موسكو